وقدت وزارة السياحة اليوم لقاء تعريفيا ببرنامج أردن جنة أردن بخير للمنشآت السياحية والفندقية في العقبة والذي سينطلق في العشرين من الشهر الحالي مدير برنامج أردن جنة لؤي أيوب قال إن البرنامج مدعوم من قبل وزارة السياحة بنسبة أربعين في المئة للمنشآت السياحية ويقوم المواطن بدفع ما نسبته ستون في المئة متوقعا استجابة عالية للمواطنين للمشاركة في البرنامج الذي سيشمل ستين وجهة وأشار أيوب أن الوزارة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضافت مواقع جديدة للزائر كموقع الغوص وزيارة المناطق الأثرية والتراثية هذا المرنامج كما تعلموا هو مدعوم من الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة للمواطن الأردني مدعوم بنسبة 40% من السعر التسجيعي المقدم من المنشآت السياحية والمواطن يغطي باقي النسبة وهي 60% وهناك ميزة إضافية أن هذا البرنامج أيضا تم نوافق عليه من قبل مجلسة وزراء المؤقر بدعم المواطن الأردني الزائر أو المقيم على أراضي المملكة بنسبة 20% من مبلغ المقدم المنشآت السياحية والمواطن العربي يقوم بتغطية تماماً سيشمل البرنامج هذا جميع المواقع السياحية والأثارية والتجارب السياحية في الأردن وسنقوم بالمرحلة الأولى خلال أيام معدودة وهي المناطق الجنوب وخاصة المثلث الذهبي الفترة والعقبة ودرم وسننطلق بمنتصف شهر سبع إن شاء الله لمناطق الشمال والعاصمة عمان في تنفيذ هذا البرنامج